اهلا بكم مع اخبار الرياضة قررت دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم ترحيل مباريات اياب دور الثمانية من بطولة كأس الاردن والتي كانت مقررة يومي الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الحالي لتقام خلال مباريات مرحلة الاياب وجاء هذا القرار بسبب تفريغ لاعبي المنتخب الأولمبي اعتبارا من المباراة الاخيرة من ذهاب دور المحترفين وذلك استعدادا للنهائيات الاسيوية يذكر ان الجهاز الفني للمنتخب سيغادر الى قطر للمشاركة في النهائيات في التاسع من الشهر المقبل حيث سيخوض المنتخب اولى مبارياته في الرابع عشر من نفس الشهر امام المنتخب الفيتنامي يباشر منتخب الناشئات لكرة القدم في الثامن عشر من الشهر الحالي المرحلة الثانية من الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس العالم لسيدات تحت سن سبعة عشر عاما والتي يستضيفها الاردن نهاية شهر ايلول من العام المقبل وسيختتم المنتخب المرحلة الاولى من الاعداد يوم غد الخميس وكانت المرحلة الاولى تضمنت معسكرين خارجيين في المانيا واوزباكستان ومعسكرات داخلية تخللتها مباريات امام منتخبي مصر وبافاريا وبين المدير الفني ماهر ابو هنطش ان المرحلة المقبلة ستشهد استبعاد بعض اللاعبات واستدعاء عدد اخر وذلك من خلال متابعة الجهاز الفني لدور المدارس الخاصة ومديريات التربية والتعليم تنطلق يوم غد الخميس في صالة الامير رشد لرياضات الدفاع عن النفس التصفية الاولى لمنتخب ناشئي وناشئات تايكويندو تحت سن 17 عاما والتي يشارك فيها 208 لاعبين وتستمر حتى يوم السبت المقبل ووفقا للناطق الاعلامي منير طلال تقام الخميس جميع منافسات الناشئات للأوزان العشرة والتي تشارك فيها 23 لاعبة بالاضافة الى وزن تحت 68 كيلو جرام للناشئين هذا وقيمت عملية الميزان اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد من جهة اخرى اقيم في صالة الامير اليوم فحص الترقية لحملة الحزام الاسود بمشاركة 99 لاعبا ولاعبة فيما يقام الاثنين المقبل فحص الترقية لحملة الحزام الاسود في اربد بمشاركة 28 لاعبا ولاعبة انهاريال مدريد امس حصته التدريبية الاخيرة قبل مواجهة قادش في الدور الثاني وثلاثين من بطولة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم وشهدت التدريبات عودة اللاعب مارسيلو بالاضافة لأربعة من لاعبي الفريق الثاني باشراف المدرب رافاييل بنتيز وهم لينهارت ويورينتي وأودريغارد ومايورال واتعد هذه اول مباراة لريال في بطولة الكأس التي يخرج من قائمتها كربخال وسيرجيو راموس بسبب الاصابة تعدل فريق دينامو موسكو وضيفه لوكوموتيف موسكو بهدفين لكل فريق في لقاء قمة العاصمة الروسية التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدور الروسي الممتاز لكرة القدم أهداف لقاء لدينامو جاءت عن طريق فيتالي دياكوف بينما سجل أليكسندر ساميدوف ودامي نادوي للوكوموتيف وبهذا التعادل حل لوكوموتيف في المركز الثاني على سلام ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بينما احتل دينامو المركز العشر برصيد 20 نقطة عبر لويس انريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن ثقته بقدرته على دعم فريقه لتسيد الكرة العالمية خلال فترة من الزمن مشيرا إلى أن الوقت قد حان ليبسط الفريق الكتالوني نفوذه من جديد وأشار انريكي إلى أن الفريق يعيش أفضل حالته في الوقت الراهن فيسعى إلى تمديد هذه الفترة إلى أقصى ما يمكن فاتحدث انريكي عن الظروف المحيطة ببرشلونة قبل مبارته مساء اليوم أمام فيانوفينسي الذي يثق النادي الكتالوني بقدرته في التغلب عليه والعبور إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا مضيفا أن التعادل سيقصي الفريق بسبب تعادله السلبي في مباراة الذهب يغيب تشيلي أليكسس سانشيز مهاجم أرسنال عن الملاعب حتى نهاية الشهر الحالي لتعرضه لإصابة عضلية يوم الأحد الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف أمام نوريتش سيتي في الجولة الرابعة عشر من الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسيخضع سانشيز لعدة فحوصات طبية خلال اليومين القادمين لتقييم مدى الإصابة إلا أن كل المؤشرات ترجح غيابه عن الملاعب ثلاثة أو أربعة أسابيع وبالإضافة إلى لقاء الحاسم في دور أبطال أوروبا أمام أولمبياكس قد يغيب المهاجم تشيلي أيضا عن مواجهات سندرلاند وأستون فيلا ومنشستر سيتي وساوثامتن وبورنموث الشهر الحالي اشتركوا في القناة